السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعليمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سننجز الصفحة 86 من مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 على هذه الصفحة لدينا درس من دروس مكون الصرف والتحويل تحت عنوان المصادر الذي يندرج ضمن دروس الوحدة الثالثة الأسبوع رقم 12 نبدأ بالفقرة الأولى أقرأ وألاحظه سنقرأ الجملة اللعب أحيانا يكون طريقا لاكتشاف وخلق الدهشة والإعجاب والاستحسان إذن كما نلاحظ هناك مجموعة من الأسماء اللعب اكتشاف خلق إذن الاستحسان عندنا كذلك الإعجاب عندنا كذلك الدهشة نحاول نستخرج الأفعال ديال هاد الأسماء اللعب وعدنا فعل لعبة إذن لعبة لعب اكتشاف فعل اكتشف اكتشف خلق فعل يعني خلق عندنا فعل خلق الدهشة دهشة 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 الإعجاب أعجب 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 عندنا الاستحسان استحسن إذن هذه الأفعال ديال هاد الأسماء التي تدل هنا يدل هنا يدل هنا عدنا الإسم يدل على فعل اللعب يعني لعبة ويعني اسم يدل على حدث يدل على حدث اللعب هنا حدث الاستكشاف أو الاكتشاف هنا الخلق هنا الدهشة هنا الإعجاب هنا الاستحسان نمر الآن إلى الفقرة الموالية أحلل أتدبر بياناتي الجدولي يعني سنقرأ هذه البيانات هنا عندنا الفعل هنا عندنا نوعه ها هو فعل ثلاثي أم ربعي خماسي أم سداسي يعني عدد حروف الفعل هنا عندنا مصدر ها هو يعني ها هو نستخدم المصدر ديال كله فيل إذن ننتقل إلى الفعل أول لعبة إذن إلى بغينا نعرفه نوعه ها نحسبه عدد الحرف واحد اتنان ثلاثة لذلك نقول لعبة فعل ثلاثي مصدره إذن للعبة لعب لعب لنا عندنا لعبة لعب ننتقل إلى الفعل الموالي أعجاب إذا نحسب الحروف دياله واحد إذنى ثلاثة أربعة فهو رباعي إعجاب مصدره أعجاب إعجاب أفعال إفعال على وزن إفعال أكرام إكرام أنجاب إنجاب إلى آخره إكتشف إذا حسبنا الحروف نغلقه خمسة إذن هو خماسي إذن إكتشف اكتشاف ارتسم ارتسام استعرض استعرضك هنا هنا سداسي ننتقل إلى السداسي استحسن لذلك فهو فعل سداسي لأنه يتكون من ست حروف ننتقل إلى مصدره استحسن على وزن استفعال استحسن استحسن استكشف استكشاف استقر استقرار إلى آخره إذن ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية استنتجه بالنسبة للاستنتاج نبدأ بتعريف المصدر يعني هذا المصدر يعني أهو اسم أم فعل أم حرف إذن هو اسم أولا إذن هو اسم يدل على حادثين غير مقترنين بزمن إذن هو يدل على حادث يعني شي حاجة واقعة ما مرتبطش بشي زمن معين أما هنا لدينا مصادر الأفعال التلاتية لدينا مصادر الأفعال التلاتية لها السياق كثيرة مثله إذن إذا إليك لدينا فعل تلاتي حسبنا الحروف جلو القناة هم ثلاثة فالسياق دي المصادر هي كالتالي مثلا شاربة شرب رسم رسم كتب كتب كتابة إذن هنا هي شرب رسم هنا كتابة يعني كتختلف استيغذية المصادر الفعل التلاتي أما بالنسبة لمصادر الأفعال الربعية والخماسية والسدسية مضبوطة نقص على كل منها إذن هي مضبوطة ما كتختلفش أكرم إكرام أقبل إقبال مثلا أعدى إعداد أصر إصرار يعني أعدى نفس السيغال هي إفعال وزنه إفعال إفعال تعلم تعلم تخرج تخرج تضحرج تضحرج لأن هنا يعدنا الوزن دياله تفاعل تفاعل استخرج ننتقل الآن الفعل السداسي استخرج استخراج استدرج استدراج استقر استقرار إذن هنا يعد على وزني هذا استفعال الفعل استفعال والمصدر على وزني استفعال استفعال ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية أطبق آتي بمصادر الأفعال الآتيتي استمع إذن هنا لدينا 1 2 3 4 5 هذا فعل خماسي أكرم فعل رباعي 1 2 3 4 كثرة كذلك فعل رباعي حيث تضعيف كيف تحسب بجوج إذن بالنسبة لجواب لهذا السؤال نقول استمع استماع أكرم إكرام كثرة تكسير إذن ونكتب إذن استمع استماع أكرم إكرام كثرة تكسير هذا فيما يخص مصادر الأفعال استمع أكرم كثرة نمر الآن إلى الفقرة الموالية استثمر مع السؤال الأول أضع لكل فعل مصدره إذن هنا سنستقراج مصادر هذه الأفعال اتصلا غير إذن ما يلي إتصلا اتصال عيش خدمة تطور تغيير إقبال حياكة غلاء سعال بنسبة دبا نقدر نقول دبيب أو دب أصح يدبيب سهل صهيل حمرة 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 كينا إحمر إحمر نقول لها إحمرار أما هنا لدينا حمرة حمرة سخن تسخين يعني لازل نغير واحد الحرف للفعل راكي يختلف المصدر دياله تعاون تعاون استنجد استنجاد ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أضع لكل مصدر فعله وأبين نوع الفعل إذن هنا العكس لدينا المصادر سنستخرج منها الأفعال ونبين نوع الفعل أهو فعل ثلاثي ربعي خماسي أم سداسي اتفاق فعله اتفاق زيارة فعله زارة إتقان فعله أتقن تبادل تبادل استنشاق استنشق تقدم تقدم شعور شعار ونكتب ما يلي إذن اتفاق فعله اتفاق إلا حسبنا غلق خمسة الحروف بحيث تضعيف يشكل حرفين واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة زيارة فعلها زارة تلاتي واحد اتنان ثلاثة إتقان فعلها أتقن رباعي لأن عدنا أربعة الحروف تبادل فعله تبادل وهو فعل خماسي يتكون من خمس حروف استنشاق من فعل استنشق وهو سداسي استنشاق على وزن استفعال تقدم فعلها مصدرها تقدم وهو خماسي يتكون من خمس حروف شعور فعله شعر وهو فعل ثلاثي يتكون من حرف الشين والعين وحرف الر يعني ثلاث حروف لذلك نسميه فعل ثلاثي شكرا